سمعنا دائما من خلال برنامج اللامولاتي ومعنا الدكتورة سابرين شتيوي طبيبا متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية وفي الحمية الصحية أهلا بك دكتورة سابرين مرحبا بك أهلا بك سنة أهلا بالمستمعين الكرام وأهلا بمدرج الله يبرك فيك اليوم سنتحدث عن شخير أو انقطاع تنفس الانسداد أثناء النوم وسنعرفه كذلك حتى العلاجات سواء الطبية أو الطبيعية المتوفرة نعرفه لأن شخير من الأمور المقلقة التي تزعج لا سواء الشخص الذي يشخر لأنه يضيق في تنفسه ويجعل صعوبة في النوم ولا حتى الشخص الذي ينعس حدا ويبقى الأصوات يتزعج وربما يتفيق حتى الناس الذي ينعس حدا فنبغي نعرفه مثلا شنو هو المفهوم الطبي دي الشخير الشخير هو واحد الصوت اللي كيكون صادر من خلال الأنف أولى الفم أثناء النوم نتيجة الانسداد هو واحد الجزء من مشروع الهواء وكتختلف هالدرجة دي الشخير من واحد الصوت اللي هو هادئ خفيف اللي كي ترى مع غالبيات الناس مني كيكون وضع رأس بالنسبة للعونق غير مضبوط يعني مثلا شي واحد اللي ناس ما مقج لونك هداك واحد الشخير اللي كيكون خفيف اللي واحد الدرجة بعد مرات اللي كتكون شديدة كيكون واحد الشخير اللي هو أسي أمبورطان مع واحد توقف متقطع بالتنفس والضراب في النوم اللي كيكون شوية بالزايد يعني صوت قوي ومنك يكون مصاحب بتوقف متقطع بالتنفس والضراب في النوم حتى التنفس كيوفر واحد الظروف الملائمة لحسن الأداء الوضيفي للرئتين ولو كيف ما كنعرفوه فهذاك التنفس كيضمن وصول الهواء هذاك الهواء كيوصل بطريقة اللي هي مكيفة اللي هي نقية إلى الرئتين وكيتروح التبادل غازي يعني الرئتين كتاخد الأكسيجان وكتسمح بتوفير الأكسيجان إلى الدم وكتتمكننا من تخلص من تاني أكسيد الكربون دونك هذه هي الطريقة الطبيعية دل التنفس أما التنفس عن طريق الفم فهو واحد العادة اللي هي مكتسبة النغمال مالي ما يخصناش التاج أوليها صوف بعد ما قاد منك يكون عندنا نسداد في الأنف يعني الشخص كيكون مروح ولا كيكون مخنوق دونك إلي قبليجي باش يتنفس عن طريق الفم وغلبية الأشخاص اللي كيتنفسوا عن طريق الفم هم اللي كيكونوا أكتر عرضة باش كيدرون هذاك المشكل ديال الشخاء يعني بالنسبة كيف ما قلت يعني بالنسبة للشخير يعني وش عنده شي أسباب معينة اللي ربما أي واحد كيشخر ضرور أنه مثلا على هاد الأسباب كتسبب لي مثلا في الشخير ولا على حسب الحالات داك ألوغ أسيب بوغ زما بو بلوس بخيزي دك الصوت اللي كيصدر ديال الشخير هو صوت كينباع من مرور واحد كمية للهواء في واحد المجرى ضيق ألوغ بحر واحد تقب مثلا ولا أنتويو يعني بالنسبة لقبطنا أنتويو بقينا كنفرو فيه أفكتلما هادك هو المم ميكانيزم كو الشخير المم ميكانيزم داك شالش داك الصوت كيصدر بواحد بهادك طريقة كنحسو بها بارأكزمبل كتسمعيش واحد كيشخر ما كيجيكش سي با انسان ديراك يعني ماشي هو واحد الصوت اللي هو ديراك يعني سي بلوس واحد الصوت اللي كيجي من أغير بلان كنحسو بأن بحل جاي من وراء من وراء السيطار سي كام إلا كنفرو سي أنصوف لي دون واحد واحد الوطبي كن شخير اللي عنده أسباب له مؤقتة مثلا زوكام حساسية موسمية كيف ما هدرنا علىها في حلقة سابقة ولا حساسية بارأكزمبل أوبولين أوزاكارين جميع أنواع الحساسية قدر در واحد نوع من شخير مؤقت بعد المرات كتكون المخدال اللي كان كنو تكون عالية بزاف مثلا فاكتمون اللي نو أدابتي داكو لأن كن أشخاص اللي كتوتهم المخدال العالية وكالأشخاص اللي كتوتهم مخدال حانية كل واحد ورقبة دياله كل واحد وكين بعد نوبات حتى متل اللي كي يشخر مثلا حنت عياء بزاف يعني افكتمون لفاتي افكتمون هذا منسبة الشخير المؤقتة اللي ما كي يعني سيبا أبليغاتوار بور كونسولت جميع يعني لامشهدك او لامشهدك لعياء كي يرجع الشخص عادي افكتمون باركون كين واحد كين أسباب شخير اللي خصنا ضروري نكونسولتو اللي هونشوفو مثلا عند الأطفال كيكون بعض مراتو عيوب خلوقية بحل انتداد الأنف علوغ في اللي ناغين في الأنف عندنا واحد العظيمات اسمته ملكوني بعض مراتو دوك ملكوني كيكونوا إيبا يختروفين كيكونوا ساميكين دونك ما كيخلوش الهواء كيدوز بوحد طريقة اللي هي صحيحة ولا هي معينة اللوغة داعي بخلوقي اللي يمشي كونسولتاني كان بعض مراتو الحالات اللي فيها الحليق كيكونوا كبار يعني كيكونوا اللوزتين كيكونوا في حد اللوغة كيكونوا في حد تدخل بالله كيالقاو حد صعوبة في تنفس افكتما بعد مرس كيكونوا مشكل دلسنان يعني عنا مشكل دلومت تنبلز اكزاكتما يعني غير خوغناطيزم يعني مثلا كان الشخص اللي عندو داقن ديانو اما انا اما انا غير يعني اما زي القدام اما شوية اما شوية سوكي فشنو كيتران سيك الكافيتة بيكال كلها كتكون ديفازي يعني ما كيكونش بنسبة للأنف لأن احنا عارفين بأن الو سيستام هو غير هو الادن والأنف والحنجر وهو مصوب بوحط طريقة اللي الله سبحانه وتعالى حاطه بوحط طريقة سيمتريك يعني بوحط طريقة اللي خصت تكون مقدة بعدما قاد كيكون اغير تخوغناتيزم يعني واحد العيب في المنتان تكفيك داقل كي تكون ديفازي يعني ما مقدش بنسبة للأنف وبنسبة الحنجرة وبنسبة الأدنين ضنك خصومش عند شروجة ما كسيروفاسيال اللي يقدر يقدر هاد المشكل بشي تنفس بوحط طريقة يعني نحنا بش نتنفسه مزيان فإحنا محتاجين الأنف دينا محتاجين الحنجرة دينا محتاجين الكافيتة بيوكال دينا اللي في هالها دينا لبالي يعني هادا اوسي كي يبارتسيبي في الكنسبة دينا وخير اسمحتي دكتور يعني بالنسبة يعني كينا ربما بزاف دي الأشخاص اللي مثلا كيشخروا في الليل واللي سنوات طويلة هما تيشخروا حتى أنه يعني المحت ديالهم ستنسب شخير ديالهم ديالهم مثلا ولكن تيقول لك يعني علاش غامش ندير استشارة طيبية علاش غاد نلقاش بدائل ولا حلول واني أنا كنشخر في الليل يعني عادي السنوات اللي هي طويلة ففقه كيشكل يعني هادا شخير ربما خطور على الصحة ديال الشخص أو كيعتاي شي مضاعفات كيف ما في سنقبل فالتنفس هو واحد العملية اللي كان ناخد منها الأكسيجان كان زهل الدم وكان زهل أكسيد الكربون مني كد الكمية ديالهواء كتكون غير كافية باش الامتلاء الرئاتين فهذا كيؤدي إلى متاعب جسمية سفدي غياب أسيد أكسيجان اللي كيمكن من الأداء الوظيفي الجميع الأعضاء الشخص كيحس على رأسهم العياء يعني كيقول لك النعز قد ما نأس كان في اقتوشوغ فاتيجي كان واحد الإحساس بالخمول كان الميل إلى النوم أثناء ساعة العمل يعني كان الشخص اللي ينهر كله هو فيه النعز يعني النهر كله وعينه كي يدو كان صداع يعني الصداع عند الاستيقاظ شقيقة يعني كان أشخاص اللي يقول لك نحياتي كله وانا كان عاني من شقيقة ولا السيفالي فهما بعد مرغز يكون عاجعين للشخير كان أشخاص كثرة نيسيان يعني الشخص اللي يبدأ ينسى بزاف ولا ما يبقى يتفكر دي شوز اللي كي سون يعني بازي كبسات هدو أعراض صراحة كي نوزان الشخص خصومش يفتش هدو شخير أصلا عنده بسك احنا ما خصناش نشخروب هدو هدو طريقة اللي هي شوية قوية يعني ما شي شي حاجة لنستنسو بها نو كي نوسي فقدان الدكير الاشخاص اللي كي بدأوا ينساول الان كي بدأوا ينساول واحد دراجة لان دكير لا تبقى للموار لا تبقى للموار خدمة جيدة اصلا ارتفاع ضغط الدم هذا سوق يكون سكون نبال صندروم البنية السومي شنو البنية السومي هو التوقف للتنفس اللي يفوت عشر التواني من الشخص يبقى يكون ناعس ويحس برس مخنوق يعني ما قادرش بأنه يتنفس بعض معناه بأن هناك نسيداد كل في مجرى الهواء أكثر من العشرات ديال التواني ترفيها واحد نسيداد كل في مجرى الهواء سوف تقدر الوفاة ديال ارتفاع ضغط الدم لأن الدورة الدموية اللي يوصل للقلب ومع الوقت يؤدي إلى الموت المفاجئ اللي نسمع بكتر يعني الشخص مثلا نعاس وصباح يجو في يقوه يلقاوها يدر شها ديال يعني ما كيبقاش غير مشكل ديال الشخير هو صوت مزعج يقلق المحيط اللي يعني لزيد وإنما حتى من كيوصل لهذا نسيداد أو نقطع التنفس يعني هذا كيدا ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم الدم من بعد ارتفاع ضغط على مستوى رئياتين ومن بعد مع الوقت هناك رزق الاختناق هناك رزق الحالة ديال الوافاة نسلي ربما كيشخروا مثلا كيسمعوا اليوم الحلقة ديالنا بالنسبة مثلا عندما خاصتم يمشي يعني طبيب اختصاص في الأنف والحنجرة ممكن يشخص الحالة ديالش خير وهذا ولا يقدروا يمشي عن طبيب اختصاص ديال ديال الحنجرة ما كان اطباء نرمال اخصائيين في السومي وانا نفضل يمشي عن هذه الاطباء علش ان كيكونوا اكيبي كيكونوا عندهم واحد الاتشخص اللي هو عنده عليه يعني الدياجنوستيك اختصاصي اللي مثلا مختص مثلا في كيساعد مثلا الناس اللي عندهم اراق عندهم صعوبة في النوم وهو مختصص في الضرابات ديال النوم سكيفيك عنده واحد اللي يقدر يجزم والشخص عنده عرش خير عادي ولا عنده هاد الابن اللي يدوينا عليها عنده اختناق وشعند غيسك وشعند نخيط تنفس نسيد واخر من نسبة تشخيص تشخيص كيفاش يكون مثلا احنا كنسمعوش واحد كيشخر اقولوا خذك تشخيص عن الطبيب كيفاش يكون مثلا اولا كيكون فحص كلينيكي بينسو غيقلب لأودن والأنف والحن الجغراء باش نشوفوش كينش عيب خلوقي يعني العيوب الخلوقية ما كينش غير عند الأطفال كين مثلا الناس الكبر اللي كيكون عنده التدخم في اللوزاتين وعيش حياته كلها بالحلاقة ما عنده عادي يقول كان مرضى بهم مجوش لها في العام ومعمالي محييتهم ويخاف أن يزولهم لأن الوحد من الكبر افكتيف ما كتجه منعكة قلال لا ما شير منعكة قلال وطباتيك ما دان سا سا سان ولكن إلي بلو فاسيل وأسهل زول الحلاقة بلوزة في الصغر على الكبر هم شويش يتمحنوا في الشيورجي ديال هاس كيف يخاف سبب بلوزة كل واحد من صغر إلي الوليدات عندهم مشكلة في الحليق المات وإلي عندهم تدخم يفهم 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 لأننا نخليهم تيكبر إلي مثلا الشخص عندهم مشكلة في الكافيتابيوكال وإلي عنده كيف ما قلنا قبل مشكلة يعني خلوق في الدقن أو مشكلة العظيمة ودك جيوب الأنفي يكتر هما كيف لحمية لحمية نحن 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 في المم في المم أكتور جيكال يكتر لفجت ديال كيف زيادة في الوزن المدينة شعرها سمنا 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 العلوية يعني الأشخاص اللي عندهم الممبر السوبي هو اللي اللي يعني السمنا أكتر يعني داق نصدر أكتر 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 ودق بس كيف يدير لدوب المنطان لعنق بس كيف يدير واحد الضغط أسي على المنطقة ديال اللوزتين دون كيخلي بأن الرسپيراشون ما ما كتكون مزيانة ألو على قبل التشخيص ألو بين السوق المدسان كي كي دياجنوستي كي ديالو أنه كيقلب الأنف والأذن والحنجرة باش كننحيدوا الاحتمال ديال ديال العليب الخلقية من بعد الأسئلة المهمة لكي ترحى الطبيب هي واش الشخص كيغلبو الناس ألو واش الشخص أثناء الجلوس بعد الأكل يعني سيخطو أبخي الأكل كيجيه الناس ولم يركب السيارة ولم يقرأ ولم يشاهد التلفاز طبيب يعرف وليسول على مدى احتياج المريض للنوم يوميا خلال ساعات النهار يشوف واش يعاني من الكسل من الخمول واش ينسى بزاف على الرغم من صغر السن ديالو وأبخي كيكون عن طبيب واحد تكون عبال اختبار للنوم يتم توصيل المريض بعض الأجهزة لقياس نشاط المخ وحركات العضلات لأن النوم يؤثر على نشاط المخ ويؤثر على حركات العضلات وحركة العين أثناء النوم وحركة الصدر وحركة البطن أثناء التنفس وكمية الأكسجين بالدم كيف رأسك المدسان يركب لأحد الباقي الذي ينعس به وكتقيت هذا كله وكتسجل هذا كله كي نعرف أن هنا هو الأكسجين الذي يصبح وعرف أن هنا ضغط على الصدر على البطن ونرى كيف الغياج ونرى نشاط المخ الأشعة المقطعية مثلا إذا قال لك بأنه صدر الرأس والشقيقة فهنا نحتاج بعض المقرات الآن كان منظر ضوئي من خلال الأنف هذا مهم يعني الكاميرا التي نرى من خلال الأنف لكي نرى الداخل الأنف وإن بعض المشاكل هذا منسبة التشخيص أريد أن تكلم إن شاء الله على العلاجات الطبيعية المقترحة وقبل نحن نلاحظ على أساس أنه مثلا الرجال يشخروا أكثر من العيالات صحيح أو ملاحظة ربما تماما إفكتما يعني الرجال يشخروا أكثر من العيالات لذلك 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 الاناتومي يعني الاختلاف على الصعيد الاناتومي c'est كمجر الهواء للرجال هو يلي دو مم كاليب كالنساء يعني هو أسمك إلي 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 في الحلق يلي الرجال عندنا ما نحن أبم آدم هذا كالتو صحيحة آدم هذي كشنو كتدير بحالك تضغط شوية على مجرى الهواء ومني كتضغط عليه فدك الصوم كاليالغشاء ديال هو أصلا إلي أمتي بأي بي دوك يخليش الهواء كيدوز بنفس الكمية كعند النساء ما أوسي إلا لفات كوكين مجرى الهواء سامي لفات كوكين الابوم دا دا إلفات بالنسبة النساء اللي كعانيوا من زيادة ديال وزن وزن المفريطة على غ أوتوماتيكم مني الهواء كيدوز هذا المجرى اللي هو أقل دونك سنرمال بأن كيكون واحد شخير اللي هو أهم دا كيش خير كتر من النساء فقط نتكلم مثلا على أن هذا الشخص أو تستيدي خاصة ولا بد تعاني من شخير ولا بدخصة مثلا تدخل جراحي ولا عملية جراحية واللي في الغالب ديال الأشخاص ربما كيتخوفوا منها أي عمل جراحي على العموم يعني كيتخوفوا مشايحن شخير أو لا تقول وصفي إلا كانت مثلا زوجة ديال يعني صعبة رالية مثلا على شخير أو مثلا الأب ولا هذا يستنس بها ويخليها ولكن تصل تنفسه نسيدات كيف مدكسي وارتفاع دغط الدم والأكسجين لا يصل إلى دم يعني بزاف ديال الأمور لكي تقول لما فيها مضاعفات وما فيه صوت يزعج تقول لها يعني حياة ديال الشخص معرضة للوفاة مثلا أو المضاعفات كنت أخر شخير يمكن مشاكل بين الكوبل يعني مشاكل لا تقدر سيدة أو السيدة يستحمل الشخير للأخر هذا كشخير الغن تراني سور اليد يعني هو يرفع ضغط الدم ديال الشخص اللي يشخر ويرفع ضغط الدم ديال الشخص لحد علاش بطريقة غير مباشرة لأن الشخص لحد لا يبقى كيناز إما لدينا في السومي لدينا لسيكل لدينا 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 النوم السومي لدينا البرادوكسال وعندنا البخوف على مثلا الشخص اللي سيضح في السومي اللي هو خفيف من بعد البرادوكسال من بعد سيضح في النوم العميق النوم العميق هو اللي كان يفرض في الإحساس الكلي ويلي يقول المغربية غرق في الناس على الشخص اللي إذا كنت ناعز حتى شي يشخر فالشاك 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 لكي تقول لكي تقول لكي تشخر لكي ترجع لكي تنعز سيضح لكي تدخل لكي تدخل لكي تدخل لكي تدخل لكي تدخل الشخص اللي يشخر هو عنده أعراض ومع الوقت أصي هناك أعراض على الشخص اللي يحد فعلا إذا كان عوجاج في الحاجز الأنفي يعني كان بخبلا في دوك كورونا كيف ما قلت قبل فلابد من عملية لتقويم هذك المشكل إلا كانت زائد الأحمية لهم فأخصنا نزولوهم إلا كانت تدخل باللوزاتين هما أخصنا ندروا العملية لكي نحيطوهم هذو هم الحالات إلا كانت سمنا مثلا لا إلا كانت سمنا أخصنا ندروا الرجيم ندروا الحمية غدائية ونتبعوا عن الطبيب مختص في الحمية الغدائية لا يحتاجون التدخل الجراحي وناحنا لاحظنا بأن 70% الحالات الشخير لديهم علاقة أكثر بزيادة الوزن من عيوب خلقية فعلا لو كان بعض الأشخاص الذين زيادون في الوزن يعيشون في الليل أكلت دسمة وحتى الوحدة مثلا ججليل حتى هما يخرجون بأحد طريقة ويخطو هذا لأنه معطل يجعل بأن المواد الدهنية التابيس البلعوم دينا الفرنكس دينا هذا سي بلوس ربما غير صححنا بعد العادة الخطئة سواء في السلوك دينا في الغدائية وغيره ممكن على أنه خفوه منشغير ومنحتاج أنه نصل الأمور التي تطلب جراحة أو الاستشارة تبية كلموا على العلاجة الطبيعية المتوفرة أولا نعصو على الجنب دينا منشغل الضهر دينا ثانيا ناخد المخداد تكون ألف 15 إلى 20 دينا نحن لكي الرجوع للهواء يكون بأحد طريقة مريحة إما نرفع السرير إما نرفع المخداد ونستعمل هذه الأدوات الخاصة الأنفل لذلك يبدو تكتظهر إما مثلا النسقة التي تلصق سنو أنا أفضل لكي واحد بحل بحل تبتدي سبوزيتيف ومصغير ورين كتحطو على العدم الانف كدري واحد الضغط للاناغين اللي كيخلي داك العظيم للداخل بحل يلسد أمتي بحل يخلي الهواء كيدوز هذا بالنسبة بإنسان نعاجه أمراض الحساسية إلا كان شخص عنده حساسية موسمية والحساسية لزاكريا والبولين نحن نبعده على البولين نبعده على زاكريا ننزول الأزراب اللي يريد يكون دون تكستور كي تخليجر يعني ولكن الشخص بيانسور يكون مقتنع بالانترونس شورجيك لكي يقدر يديرها ثلاث نجنب تناول المهديئات نجيج حوائج اللي يديو الارتخاء العضلات المهديئات وكي نتدخين مثلا الشخص اللي يدخن يكون أكثر عرضة الشخير والشخص اللي يأخذ الكالمان علش لأن يديو الكالمان والمادة النيكوتين يؤديو الارتخاء العضلات لذلك عندما أقول عضلات مم لغرش مم أي عضلة مسؤولة على مشغل الهواء يترخوا شخص يكون لديه مشكلة الشخير ويصور الحصول على كافية من النوم لأن يوجد كثير مهم الله سبحانه و تعالى خلقنا النهار لنعص فيه والليل لنهار لنختم فيه والليل لنعص فيه لا يمكن نقلب ه لنهار من أسباب الشخير بالنسبة لتختم ناتوريل أنا كنوصيب بزاف بالنعناع لامنط لامنط هي مضادة الالتهابات تساعد في تقليل التدخم والتورم في الأغشية الموجودة في بطانات الحلق أو الأنف سواء لدينا تدخم في الأنف سواء لدينا في الحلق فالمادة المنطول التي في النعناع تخفف من الالتهابات كي سهل من التنفس كنزح الناس باش يديروا قطرتين من زيت النعناع في كويس ديال الماء وان في انجروا واحد غرغرة المحلول ولا قبل النوم سينو نديروا شوية من زيت النعناع في الجزء السفلي من شاك ناغين يعني من زيت النعناع متوفر ندهنو بيه مثلا يعني جوش قطيرات حس ديال قبل النوم ولا نديروا انجروا لغرغريزم مفيد جدا جدا جميع انواع التهابات وتدخم كيفما قلت سواء الحلق سواء الانف سواء الحنجور داكو لو كنوصي بزيت الزيتون لو كيخفف من التهاب الممرات التنفسية تهو كيقلل من التورم كيقلل من التهاب وكيساعد الفتح الممرات الهوائية قبل النوم احتوان دهنو بيه لو ايما نشربوه معلقة قبل النوم ولا ولا نديروا معلقة الزيتون مع العسل مع العلم بأن العسل ستنوطي انفلامات وراء كنوصي بالبخار يعني توسكي كالسنشق مثل البخار بالماء والعشاب اللي نديرو فيه مثلا افكتما اما زيت شجرات الشاي لتيتري اول هو يزيل احتقال الانف فريمان يزيل احتقال الانف سوام توفر زيت شجرات الشاي اولا زيت الكافور يعني نديرو قطارات من نوف للمسخون والبخار يعني افكتما ونسشقون هو كي ترح الممارات الهوائية لو كين اوسي التوم لو التوم ديانا لو التوم كيقلل من تراكم المخاط الممارات الانفية والتهاب الجهاز التنفسي لو نمضغو فصل جس الفصوص ديال التوم مع شرب كوب بالماء الدافئ بعد مضغو دكتوب يعني مضغو دكتوب الرويس ديال التوم تكون بلدية وعاد نشرب المدافئ هو كي ترح الممارات الهوائية كين اوسي الكوركم هو عامل مطهر هو مضاد حيوي قوي كيساعد للتنفس على تقوية جهاز المناع هو مضاد الالتهابات جوج معلقات صغر المصحوق الكوركم مع حليب دافئ لو نصاعة قبل النوم هو كيسر الممارات الهوائية و واحد الحاجة اللي هي عجيبة كحل طبيعي الشخير واللي متوفر بيانسور هو السم البلدي السم البلدي عنده الخصائص لفتح الممارات الانفية المسدودة لو كيقل الفغيم من الشخير لو كندوب شوية ديالسمن وكن اخدوا واحد جوج قطيرات ديالسمن دافئ وكن نحطوهم على كل فتحة العنف مزيان اول ما نسمع مزيان سمن ندوب شوية ونحاول باش يقول بحل الزيت افكتي ما باش كيقول بحل الزيت وكن ندروه شخشك نغين فهو كيحل الممارات الانفية هدو كل امور اللي هي طبيعية ولي هي متوفرة لسواء زيت شجرة الشاي زيت نانا زيت البديية العسل الخرقه مع الحليب العسل معه يعني كذلك ثومة وكذلك سمن البلدي يعني هدو كلهم امور اللي هي طبيعية متوفرة في كل دار كنظن امور تكون سهلة نذكر كيف ما قلتي العسل هو كيمنع من الهتزازات اللي كتأدي الشخير ويزيل ديالك المخات السبسطنس اللي كي اكومولي اللي كدرنا الالتهابات ضنك مع القصغيرة جال العسل مع امي هدافيا شرب واحد الكوب قبل النوم كي نوسي البابونش لكامومي ما احنا كنعرفو بان البابونش يهدي الاعصاب ضنك يخفف من توتر العدل توتر الاعصاب في الحلق ضنك يساعد للنوم بشكل افضل ومن نقول النوم شكرا لك بزاف دكتورة سابران شيوي طبيبا متخصصة في علاج امراض السكري اخصائية في التغذية وفي الحمية الصحية كل هاد ناس احلم المالومة الطبيعة اللي قدمت لنا اليوم حاول شخير اشتركوا في القناة